موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم مشاهدين الكرام ما زلنا مع سلسلة متابعتنا الخاصة بشأن ثورة تشرين واستمرار زخمها على الرغم من كل المحاولات الحكومية للالتفاف على مطالبها والتي أبرزها إنهاء العملية السياسية بالكامل في ضوء المستجدات المتلاحقة فيما يتعلق بعودة موجة الاغتيالات التي تنفذها القوات الحكومية وميليشيتها ضد الناشطين السلميين والتي تهدف منها لإخماد الثورة وترهيب وترويع المتظاهرين السلميين مشاهدين الكرام للحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا في الستوديو الكاتب والباحث السياسي دكتور رافع الفلاحي أهلا بكم دكتور حياكم الله ومرحبا ومعنا سيكون عبر الهاتف من وسط الأكاديمية والناشطة في التظاهرات الدكتورة هدى جاسم أهلا بك دكتورة هدى إذا كنت تسمعينني مشاهدين الكرام نذهب إلى فاصل قصير ومن بعده نعود أهلا بكم من جديد مشاهدين الكرام إذا بدأت معك دكتور بالنقاش القيادة في التيارة الصدري حاكم الزامل يقول إنه لا يمكن تمرير أي مرشح لا يحظى بالقبول الشعبي هنا لدينا سؤالين بهذا الموضوع السؤال الأول ما هي مواصفات المرشح الذي سيرضي الشارع العراقي والسؤال الثاني لماذا إذا اختار التيار الصدري محمد توفيق علاوي رغم أنه كان مرفوضا من الشعب بسم الله الرحمن الرحيم ربما هذه الأستاذ محمد الأسئلة منطقية جدا حقيقة وربما هم يعني في تفكيرهم في تفكير التيار الصدري تفكير الزاملي ومقتد الصدر زعيمة يعني هم من يمثلون هل يمثلون هم الشارع أم يعتقدون أنهم هم يمثلون الشارع وقبولهم بأي مرشح يعني أن الشعب العراقي قبل به هذا ما لمسناه في الموافقة على محمد توفيق علاوي عندما روجوا لمحمد توفيق علاوي كان الشعب في الشوارع يقول أنه محمد توفيق علاوي مرفوض ولا تنطبق عليه المعايير والشروط التي وضعناها لوضعت التظاهر أو لوضعت الثورة لكن مقتد الصدر كان يقول الشعب وافق عليه فأي شعب يقصده يعني غير الشعب العراقي ما أعرف يعني هو يقصد أي شعب يعني هل يعتقد أنه هو يمثل الشعب وهو وجماعتهم يعني هم فقط الذين يمثلون الشعب وهؤلاء الذين في الشوارع وباقي العراقين ليسوا من العراقين يعني عليهم أن يخرجوا من العراق هذه الحقيقة يعني داع مفروض أن يقولوا لنا أن يوضحوا هذه الفكرة من هو الشعب بنظرهم إذا كان الشعب هم هؤلاء الذين خرجوا من يوم واحد تشرين وقدموا كل هذه التضحيات وثورتهم هذه المباركة وقدموا كل هذه الدماء الزكية وهذا الشباب الحلو وطالعين في كل شوارع الوطن من يعني حوالي ستة أشهر نعم ذول اللي طالبوا بالوطن بعودة الوطن إذا هذا الشعب فأنتم مؤمنين الشعب لا تمثلون الشعب لأنه ما قلتوا أن الشعب هو اللي موافق على محمد التوفيق على الله والشعب ما موافق عليه نعم وبالتالي طلع أنتوا الليسان دي وأنتوا هادي العامري وفشلت القضية كل اللعبة فشلت لم تنجح هذه اللعبة لأنكم محاصصات لم تتفقوا عليها وكل واحد ريت حصته واختلفتم هذه هي الحقيقة الآن يقول أنه أي مرشح لا يوافق عليه الشعب من مرره نعم من أنتم وأي شعب اللي تقصدوا ما هي هذه إذا كنتوا تقصدون هذا الشعب كيف وفقتوا مثلما حضرتك سالد كيف وفقتوا على محمد التوفيق على الله وكان الشعب راضي صحيح إذا كنتوا أما إذا تعتقدون أنتم الشعب وكل أهل العراق ذوله مو شعب فهذه قضية أخرى يعني عقيقة وعلى المتظاهرين أن يعرفوا وعلى أهل العراق كلهم أن يعرفوا هم مو عراقين مو من الشعب لأن مقتد الصدر عنده قياسات مثل القياسات التي وضعها للمتظاهرات قال أنه ذني اللي طلعن بالتظاهرات ذني يعني ناقصات حياء وكذا حشاهن والباقات اللي رح يطلعن فرق بين العراقية وهنا من نفس البيت من نفس البيوت من نفس التربية من نفس المجتمع فرق بين هذه الكتلة وهذه الكتلة هذه البنات اللي رح يطلعون إيانا غير شكل ذني رح نشوفكم قال رح نشوفكم شنو شنو الحياء وشنو وكأنه القضية بيها لبس وبيها بيها استهزاء بالشعب وبيها رؤية قاصرة وبيها بيها تجني وبيها ظلم وبيها بيها كثير منها هل يمكن تغيير صيغة جملة حاكم الزامل بأن المرشح لن يتم تمريرها إلا بموافقة الأحزاب وتكون صيغة أفضل وصحيحة لا هي هي ليس الأحزاب حتى في بيناتهم هم الصراعات بين الأحزاب صراعات قوية ويجب أن نعترف بيها ولا ليش يجي شمخاني هذا الماسترو الإيراني الجديد لماذا جاء لأن هناك صراعات بين هذه الأحزاب لماذا لم يمرر على اللاوي دعك من هذا الكلام اللي يقول لاني لو مافق على الفاسدين وعين الهم وزراء لكان أن يكون وزراء هذه كذبة كبيرة نعم هو ملتزم بإرادة معينة بمنهج معين بإطار معين وضعه له مقتد الصدر ملتزم به لا يستطيع أن يخرق هذا لا يمتلك أن يخرقه عندما عرضوا علي الآخرين وزراء لم يستطع أن يغير الإطار اللي اتفق به مع مقتدى ومقتدى كان يقول له اذهب ويعني أنت سيب تخبوك كان يعتقد أنه قادر أن يمر رضي فلذلك هذا هذا اللي حدث هو لو يمتلك إرادته عم التوفيق على اللاوي وماكو هذا الإطار لكان قبله لكان حجل نعم فاسدين ولا حجل نعم لأنه نفس العملية هو من العملية السياسية وارضة بالفساد وخرام من العملية السياسية يعني ما عدا مما بدأ الآن تحول إلى وطني وكاره للفساد وكاره المعرف منه وسيخرج للفاسدين وسيخرج قتلة المتظاهرين وسيرميهم بالسجون وين هذه الكذبة؟ أنت لا تستطيع أن تملك نفسك هذا الكرسي محمي من قبل الميليشيات التي قتلت المتظاهرين وهم الذين جاءوا بك إلى هذا الكرسي فكيف ستقودهم إلى السجون وتقود الفاسدين إلى السجون كذبة كبيرة هذه دكتور طالما يتم الحديث الآن في الفترة الأخيرة عن العودة إلى المربع الأول بالنسبة للسياسيين ألا وهو الدستور يقولون بأن العودة إلى الدستور للتجنب بل بعض النقاط الخلافية التي فيه من أجل إصلاح الوضع هل يمكن لهؤلاء أن يقوموا باللجوء إلى الدستور في سبيل إصلاح الوضع القائم الآن في العراق؟ أصلاً هذا الدستور كذبة كبيرة هذا الدستور هم أول من يعني يتعاملون مع الدستور معاملة غريبة عجيبة عندما يعني يخدم أغراضهم الشخصية ويخدم حزابهم ويخدم تطلعاتهم ونهمهم وفسادهم فالدستور يعني خطة احمر لا يمكن المساس به لكن عندما يعني الدستور لا يخدم هذه الأهداف فالدستور مجرد خرقه يمسحون به أحيطهم هذه الحقيقة الدستور هم الذين يخرقون الدستور الشعب لا يستطيع يعني يخرق الدستور لأنه وضع الدستور ولا يحترم هذا الدستور ولا يعترف به فما العلاقة به надоدستور الصراعات بينهم والدستور هذا اللي لم تتكرر يعني مفرد على مسامع الراقيين أكثر من كلمة الدستور من عام 2005 من وضعه لي حد الآن ما ليس لدينا حديث سوى الدستور قال الدستور وحجه الدستور وهذا الدستور مصيبة يعني هو أساس البلاء أساس الخراب كل الألغام اللي موجودة بالمجتمع العراقي والدولة العراقية والكيان العراقي موجودة في هذا الدستور وضعه بإحكام لكي يتفجر وهو دستور ناقص ومدمر ومفتت للعراق لكن هم يتعاملوا مع هذا الدستور عندما يريدون يعني قميص مطاط عندما يحتاجونه ويلبسونه يعني يتحمل كل الحجوم حجم كبير وحجم صغير ويتحمل ما دام يلبي طموحاتهم ويلبي أطماعهم عندما يقف ضد هذه المسألة هناك فقرة يجدون طبعا يحاولون الاتفاف عليه يجدون فقرة مثلما وجدوا فقرة مثلا الكتلة الأكبر هذه اللعبة بعمل في أنه عشرة والدستور قالوا من لعبة وهذا الدستور هاي مصيد للدستور فبالتالي هذا الدستور لم يعد له قيمة من كثر الحديث عنه من كثر اختراقاته من قبلهم حتى هذا الدستور المسخي الذي وضعه في 2005 وليه لا يخدم العراق ويخدم مكونات ويتحدث عن المكونات ويتحدث عن العراقيين ومواطنة حتى هذا الدستور الآن يعني الحديث عنه صار معيب لأنه لا يعني شيء لا يمكن أن يحل أزمة أبداً لا يحل هو مأزوم الدستور نفسه مأزوم فبالتالي هم في وسط أزمات والدستور مأزوم وكارثة كبيرة الشعب الآن لا يعول على هذا الدستور وربما يسكت ولا يتحدث عن الدستور لأنه يريد أن يغير ويصل إلى مرحلة يتمكن فيها من مسك الأرض ومسك هذا النظام بطريقة وإذا يمزق لهذا الدستور يرميه بسلة المهملات ويكتب دستور يخدم العراقيين يخدم الكردي والعربي والمسيحي والمسلم والصابي والتركماني وكل الفئات بالشعب العراقي ولا يتحدث عنهم على أنه مكونات قومية وطائفية وعرقي أبداً يتحدث عنهم كونهم عراقي هذا هو هذا الدستور الحقيقي وكل ساتير العالم تتحدث عن الناس كونهم أبناء بلد واحد إلا دستورنا يتحدث عن مكونات وما أعرف منه وأكو قوانين يجب أن تسند لهذا الدستور لم تنجز هذه القوانين من عام 2005 إلى حد الآن ونحن هناك خلافات كبيرة على هذا الدستور فقضية الدستور قضية تعبانة ويجب الآن الكف عن الحديث عن هذا الدستور لأنهم أساساً خرقوا مئة آلاف المرات والآن مخترق هذا الدستور وحتى في قضية تعيير رئيس الزراء ورئيس الزراء الآن هو مخترق ولم يعد هناك قيمة للدستور بهذه النقطة بعد قدوم شمخاني دار الحديث مؤخراً عن إعادة عادل عبد المهدي مرة أخرى إلى المنصب لماذا الاستمرار بإعادة وجوه احترقت يعني هم يشعرون الآن بأزمة يريدون أن نخلصوا من هذه الأزمة بأي طريق الآن صراعاتهم داخل ما يسمونه هم صمم البيت الشيعي وشمخاني من يأتي يركز يعني يرسخ هذا مبدأ الطائفية حكم الطائفية في العراق لاحظ عندما يأتي شمخاني مع من يجتمع يجتمع معه ممثلي ما يسمونه البيت الشيعي صحيح إذن نظرة إيران لمن يحكم العراق هذه هي النظرة طائفية طائفية فهو يتحدث مع هؤلاء لا يتحدث مع غيرهم يعني لم يذهب إلى الأكراد لم يذهب إلى السنة لم يذهب إلى التركمان لم يذهب إلى لا يعنون شيء بالنسبة له هذا البيت هو هذا الخلافات هنا أكو خلافات في ناطفهم وهذا اللي لم يستطعوا أن يمروا عمد توفيق على الله وبسبب هذا لأن كل واحد يريد حصته وهي العملية السياسية مبنية على هذا التنافس داخل هذا الإطار أكو هناك صراعات الاستحواذ يدفع هذا الطرف لكي يأخذ حصته وهكذا طوال الوقت هناك صراعات من أجل زيادة المكاسب أو خسران مكاسب بهذه الطريقة الأمريكان صمموها بهذه الطريقة العملية السياسية فجاء لكي يوقف هذا الصراع فالخلافات داخل هذه المكونات الآن وصلوا إلى قناعة أنه إذا اتفقنا على شخصية لن نتفق ليستطيعون الاتفاق على شخصية لذلك شكلوا لجنة من سبع جهات سبع جهات قبل هذه اللجنة خرج أحد قيادي حزب الدعوة نعم اللي هو المطلبي قال سعد المطلبي قال القوة داخل هو سماها هذا النص صحيح قال داخل البيت الشيعي اتفقت على التالي تفقت على أن اختيار شخص له خبرة بالعملية السياسية طيب إذن هو من العملية السياسية صحيح وشخص يستطيع أن يتعامل مع كل كلها العملية السياسية هذه البيت الشيعي مكونات البيت الشيعي بأرياحية والكل تتقبل إذن هو منهم وبهم نعم وشخصية من العملية السياسية يريدون يغشحوا الآن خلوا هذه الشروط اللجنة السباعية نعم وقالوا أنه لن نختار إلا شخص له ما عرف شنو وزن له قدرات وقضية مستقلين نعم هذه قضية فشلت ثم قبل أن يجربوها فشلت صحيح قالوا فشلت ما المستقل ما دي شنو هذه فشلة إحنا سيختار واحد فيختاروا بهذه المواصفات إذن يختاروا هو من عندهم فبالتالي عليش يدوكون نفسهم ويصطارعون مرة أخرى ويرجعون البعض من عندهم الآن يعرضون إعادة عادل عبد المهدي وهو هذا مرشحهم في عام 2018 نفس الاتفق علي مقتد الصدر وهذه العامري فشل إذا فشل بنواحي معينة فشل يعني شنو فشل فشل ما رضى مقتد أو زعل فلان يحاول أن يراضيهم يرضيهم بطريقة وباخرى شنو اللي يزعلوا به يرضيهم به وانتهت القضية المكاسب ما لاتهم ترجع ويعاد عادل عبد المهدي وفي هذا لا وجوده للشعب لا وجوده للثورة لا وجوده للتظاهرات لا قيمة للعراقيين عندهم لا قيمة لكل هذا الزمن لكل هذه التضحيات لكل هذا الدماء اللي سالت لكل هذا الخرابة 17 سنة لا قيمة له هؤلاء يجلسون في برج عاجي مثل ما يقال لا يمضرون إلى الشعب لا يحترمون الشعب بالتالي هذه الدماء وهذه اللي حضرتك شركة المقدمة قلت اختيالات هذه الجزء من عندها هم لا يحترمون الشعب يريدون أن يقضوا على هذه التظافرات بأي طريقة وإن لم يستطيعوا قضاء عليها فأهمالها طيب أهمال بهذه الطريقة نختار نرجع عادل عبد المهدي التظاهرات اللي خرجت يوم ما حد تشريد واللي كانت تنادي بإسقاط عادل عبد المهدي وإسقطته وهو لم يكن متهما بشكل مباشر بالدماء والدماء العراقي الآن هو متهم أكثر من ألف شهيد قدمت هذه التظاهرات وهذه كلها في رقبته لأنه هو القاعد العام وقاعد المصلحة هو قاعد 14 مادر 17 جهاز أمني هو مسؤول عنه هو رئيس الوزراء هو كل شيء بيديه هو يتحدث هكذا والميليشيات وغير الميليشيات والمقنع والقناص والمعرف منه والأمنية والشغب كلها تحت أمرته من قتله كل هذه فهو المسؤول والدماء برقبته فكيف تعيدون هذا الحديث حتى عنه هو بإساءة للعراقي إن إساءة لدماءهم إن إساءة لتضحياتهم باستفزاز للعراقي بعدم احترام للعراقي لكنهم يتحدثون يريدون أن يدللوا أننا لا نحترم الشعب وهذه الحقيقة صباح السنة النتيجة ظهرت أخيرا الشعب اكتشف أن هذه السلطة لا تحترمه لا تحترم كل شيء فيه يعني لن تحترم البلد بكل مكوناتها بكل ثرواتها بكل خيراتها بكل قدراتها بكل كل ما حباه الله من ثروات لم تحترمه نعم ورهنت رهنت إرادته إلى الخارج رهنته ليران والأمريكا والغيرها بسبب مصالحهم وتعاملت مع الشعب بهذه الطريقة بالقتل والذبح والتهجير والسرقة والنهب والادعاء والأفكار الطائفية والخراب وهذه النتيجة صباح السنة من الخراب طيب دكتور وصلنا إلى نقطة أن العراق دخل في أزمة جديدة له وهي انخفاض أسعار النفط باعتباره أنه يعتمد بحسب الخبراء الاقتصادين على 97% من دخله على النفط كيف ستتعامل هذه الأحزاب مع هذه الأزمة الجديدة وخاصة موضوع تأثر رواتب الموظفين طبعا فقط صحيح صحيح هي ليس 97% هي 100% 100% بسبب بسيط أنه 3% وال5% ولم ينتجي ما ينتصدر بضايع ويجيب بضايع فلوسها النفط صحيح فموردها الأساسي النفط فأنت بالتالي يعتمد على النفط لو ما موجود أموال النفط مردود النفط لا تستطيع أن تصدر ولا تجعل هناك يعني منافذ حدودية وتجيب بضايع وتودي بضايع ما عندك هذه الموضوع لأن أصل الرئيس المال هو من النفط فبالتالي كل نتاجك الاقتصادي يعتمد على ريعي فقط النفط صحيح أنت الآن مع الانخفاض وهي هذه الدولة هذه الدولة الفاشلة هذه الدولة التي في اكتشف المواطن أنها ضده اكتشف المواطن أن هذه الأحزاب ليس لا تنظر المواطن العراقي على أنه قيمة المواطن العراقي لا يساوي شيئا عندها سني شيعي دعنا من هذه التسميات هم لا يحترمون لا سني ولا شيعي ولا كردي ولا حتى من يتكلمون بالمظلومية وإحنا جئنا من أجل الشيعة كذبة كبيرة لاحظ مدننا في الجنوب شنو اللي يسووا به وسووا للشيعة وسووا للسنة وسووا للأكراد كذبة كبيرة هذه هذه بعد ما حد يقدر يحكي به ولا يستطيعون أن يتحدثوا بها لأنه معيبة نعم الآن انكشفت فبالتالي ذولا جوي أدوا مشروع للتدمير للخراب 18 سنة أنهو الصناعة أنهو الزراعة أنهو التجارة أنهو القطع الخاص انتهى العراق بكل شيء العراق بلد مستهلك تيجي أموال تبيع النفط تيجي أموال تأخذ الشركات حصتها ولتيجي أموال عين بها موظفين ويتفاخرون أنه عيننا هل قد موظفين وبالتالي الآن وصل العدد الموظفين ربما خمس ملايين ونص خمس ملايين موظف ويتفاخرون بهذا وهذا ترهل ما بعد ترهل ماكو الدولة بالعالم عندها هل قد موظفين الدولة عندها مصانع عندها معامل وعندها عندها مشاريع خاصة وعندها كل شيء عندها وهذه كل الطاقات البشرية نساء ورجال وكبار كلها تشتغل بيها وكلها منتجة ولها مردود يدخل بالموازنة العامة الحصة بالموازنة العامة يعني ترفض الموازنة العامة بمردود لذلك يقل الاعتماد على النفط لما رأت هذا البلد الصغير الآن حجم النفط يعني قد تقلص من ميزانية وهكو أغراض أخرى وكل الدول تعتمد هذا الموضوع لا يمكن اعتماد على مادة واحدة لأن هذه المادة خاصة مثل النفط هذه قابلة زيادة الأسعار وزيادة التوقف لأي شيء أي طارق ممكن أن يصيبه الجو إذا تبدل الجو صارت عواصف الموانع ما تستطيع الصدر وهو أنت تخسر فبالتالي أنت لا تستطيع أن تهن إرادة بلد وحياة بلد كامل لمادة خاضعة للجو ولمضاربات السياسية ولمضاربات العسكرية وكل شيء صحيح كل شيء يأثر عليها فبالتالي أنت 17 سنة لم تصنع بلدا يستطيع أن يقف على رجلية وما عنده حلول لأزمات يعني الحل ألف وباء وجيم ودالو عنده 7 أو 8 حلول موجودة تحت إيده وفي أي ظرف يخرج هذا ملفها ويستخدم هذا ويبني موازناتها عليها أما عندهم أموات تأتي بيش تحسبوها يقعدون مثل علوما للطماطا والإخيار والله هاي بالضبط يحسبوها ما أعرف شنو هاي الخبراء اللي عندهم شنو هاي من خبراء ما أعرف قالوا 56 دولار يلا سوي الموازنة 56 دولار الآن انخفضت النصف خسارة يوميا هسب الخسارة هذه يوميا يوميا يخسروها بحدود 125 مليون دولار 125 مليون دولار يوميا عندما يعني تحسبها بالشهر فأنت ثلاث ملايين و750 مليون دولار ثلاث مليارات ثلاث مليارات و750 مليون دولار تخسر شهريا العراق يخسر شهريا واردات اشقد انت بالنصف فما يجيك انت صدر أربع ملايين و700 مليون 700 ألف برميل هم يقولون نصدر أربع ملايين و700 ألف برميل فتحسبها الآن لحد الآن أنا أتكلم لأنه النفط ينخفض ورح ينخفض صحيح الآن دول كثيرة بدأت تزيد انتاجها زيادة الانتاج رح يأدي إلى زيادة المعروض صحيح إلى انخفاض الأسعار بعد صحيح ربما قد يصل سعر إلى 10 دولارات وأقل صحيح وهذا متوقع جدا والعالم الآن كل داخل يعني أزمة اقتصادية الدول اللي عندها إرادة سياسية وإرادة عقلية سياسية واقتصادية مرتب ووضحها وعندها فائلاتها ولن تهتز وتعرف الأزمات وشونت إحنا ليس لدينا هذا الموضوع فإحنا الآن يعني قبل ما ينخفض هذا الإنخفاض اللي ربما يسرب 10 دولار 8 دولارات ما يوصلهم 25 دولار الشركات اللي تعمل عندنا بالتراخيص هذه خليح يحجون للشعب حتى لي ليقشمرون على الشعب ويجب أن يعرفوا الشعب العراقي هذه الشركات تأخذ كانت بالاتفاق مع هذه ما يسمون نفسهم حكومة ودولة بالتراخيص يأخذون 20 دولار من قيمة سعر البنية نعم لأن هم يستكشفون وهم يبحثون وهم يطلعون النفوط هم هذه كلها كلف يأخذوها يأخذون العشرين دولار إذا أخذوا العشرين دولار والتباقي لك 25 دولار ترى البرميل بخمس دولارات بس هم ربما يخفضوا لك يجوز عشر دولارات يأخذوه من عندك ما عرف شنو وبعدين أنت عليك كلف أخرى أنت للتحميل وننقل ومعرف منه في 6-7 دولارات والتالي أنت الآن ربما بـ 12-13 دولار أقصى شيء هذا أعلى سعر ربما سعر البرميل إيش قد راح تجيب فلوس أمام هذا اللي تحدثنا عن 5 ملايين ونصف ملايين موظف هم يتحدثون دولة التحدث تقول أنه رواتب الموظفين تكلفنا 4 مليارات شهريا 4 مليار دولار شهريا دولة تقول صحيح مواني إذا يكذبون إذا أصدقون ما أعرف بس هم يقولون 4 مليار دولار شهريا ندفع الموظفين طيب التواردات كلها قلب 3 مليارات شو رح تدفع لـ 4 مليارات إذن هاي الخطوط الحمرة على رواتب الموظفين اللي يقولون هناك خط أحمر رواتب الموظفين المتقاعدين والعقود كذب ماكو خط أحمر ستضرب لأنهما ما رح يمسون برواتبهم ولا بمكتسباتهم ولا ما لهم علاقة لأن ينظرون للشعب نظرة دونية لا قيمة للشعب هل سيجعون إلى الاقتراض إذا لتجعوا للإقتراض مصيبة كبيرة أنت لديك ديون الآن خلي تحدثوها والبنوق العالمية كلها تعرفها أكثر من 220 مليار دولار الآن الديون اللي عليهم فقط لسد العجز خلال 10 سنوات من 2010 إلى 2017 82 مليار و 600 مليون ترضى فقط لسد العجز بالموازنة ترضى وديونهم الأخرى أكثر من 220 إضافة إلى الفوائد اللي تضع على هذه الديون فأنت عندك مبلغ من الديون قد يصل إلى 300 مليار مبلغ مهول ماكوش دولة وأنت دولة هذه الدولة الغنية العراق بهذه المبالغ ولديك ديون تسدده وبالتالي أنت لن تستطيع قد توقف هذه الديون قد توقفها باتفاقيات لكن أنت مضطرع أن تستدين الاستدانة هذه سيرهنون العراق كله يعني ما معناه أن الشركات والدول وصناديق صندوق النقد الدولي وغيره وغيره سيرهن العراق هذا الشعب العراق قاعد عليه مؤجر الشعب كله مؤجر لهذا يعني مثل يعني مثل البيت التي تأجرأ أنت مو ملكك صحيح لا تستطيع أن تبني به ولا تستطيع أن تصعر كل شيء من مما أنت عليك رأس الشهر تدفع فلوس نعم إيجار هذا فأنت إحنا مجرين العراق من هذه الشركات شقد لمدة 200 سنة ما عرف شقد حتى هذول الطبق السياسي هدي يعيشون ويكذبون علينا هل يسمح شعب العراق أن نصل إلى هذه الحالة حتى يحكمونا ذول وإحنا ندفع إيجارات لمدة 330 50 سنة 100 سنة قادمة من أجل أن يبقى هؤلاء مجموعة الكذابين ذول حتى يكذبون علينا يضحكون علينا بإحتيارة الديمقراطية والدين والحسين منهجنا في إدارة الدولة وبناء الإنسان حتى يبقون ذول يكذبون على الناس هذي يم الشعب لذلك أنا دائماً ما أقول أن الثورة يوم هذه ثورة مباركة والله مباركها سبحانه وتعالى في كل يوم تثبت أنها هي على حق والآن هذه كل الأوضاع تثبت أن هذه الثورة على حق وهذا الشعب الذي خرج على حق مباطل أبداً ما قد حاولوا يشوهون لكن لا يستطيعون أن يشوهون لأن سبحان الله في كل يوم يقدم دليل على أن هؤلاء بغات واستبدادين وحرامية وفاسدين وخربوا البلد وهذا الشعب طلع على حق مو على باطل وهاي ثورته مباركة وستنتصر هذه الثورة لأنه بقاء يعني بقاءهم بالحكم ذولة سيرهن العراق وكل أهل العراق حماميل عليهم أن يحملون هذا النفط على اشتافهم يودون الشركات الأجنبية حتى ترضى عليهم وتبقيهم على هذه قطعة الأرض يسمى العراق وجوز ما يبقى اسمه العراق يجوز يصير خمسة اسماء يجوز يقسموه ومعرف شي يسوله هل يسمح شعب العراق ببقاء هؤلاء من أجل عيونهم هذه كارثة لا يمكن القبول بها والآن يعني تنازعهم بيناتهم يسمونها رئيس وزراء حتى يسوينا انتخابات هذه الكذبة الكبيرة ما عادت تنطلي الآن لدينا كارثة أزمة كبيرة العراق يمر بمفترق طرق الآن واقف بمفترق طرق رهيبة وكل الخيارات يعني أحلاها مر الشعب لم تنظي ثورته إلى النهاية وإلى أهدافه العراق ذاهب إلى التفجر إلى الدمار هؤلاء وصلوا العراق إلى سبحان الله أسباطع السنة غريبة عجيبة هذا ما لها علاقة بنظام سابق ونظام لاحق هذول أسباطع السنة أسوأ أسباطع السنة مرت بتاريخ العراق من وجد العراق قبل ثمانتالاف عشر تالاف سنة في التاريخ لحد الآن أسباطع السنة مرت به لأن لم يمر به مثل هؤلاء الحكام مثل هؤلاء استراق الفاسدين اللي يعني ما عدهم محبة للعراقيين ولا عدهم محبة للعراق ولا ما خافت الله طيب قبل كل شيء يعني ما يخافون من الله نعم ولا يخافون من ضمائر ما عدهم ضمائر وسرقوا ونهبوا وغشوا وكذبوا والآن يضعون هذه السياسات أمام الناس وعلى الناس أن تقبل بها بقوة الميليشيات والقتل والاغتيالات صحيح والتعدي على الناس وذول الجوكرية وذول أولاد السفارات وقتلوا ذبحة وهذا عمره 12 سنة وذاك 14 سنة وهاي وهاي مدري شنو طلعت من بيتهم هذا الكذب وهذا الدعاء هذا العراق يصل مستوى إلى هذا هذا العراق الطيب هذا الشعب الجميل الرائع يوصلوا ذلك المجموعة اشقل عددهم خمس ملايين واحد العراقين خمس وثلاثين مليون من يقبل اشقل عددهم من يقبل أن يحكموا مثل هذه الثلة من الحرامية من الانتهازيين من لاعراقيين يكفي نقول لاعراقيين سأعود لك كبادة قليل دكتور مشاهدين الكرام نذهب إلى فاصل قصير الآن ومن بعده نعود بقو معنا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اهلا بكم من جديد مشاهدين الكرام نستمر بالحديث في هذه المتابعة الخاصة عن آخر التطورات الحاصلة على الساحة العراقية بكافة تفاصيلها نستمر بالحديث مع دكتور رفع الفلاحي أنا بكم من جديد دكتور ياك الله تحدثنا عن أزمة النفط الآن نتحدث عن أزمة فيروس كورونا الذي دخل إلى العراق انتشر حالات كثيرة وفيات وإصابات نسأل هذا الفيروس هل كان ليدخل لو كانت هناك إجراءات متبعة من قبل الحكومات والأحزاب في تأمين العراق ومنع الزائرين من دخوله على سبيل المثال إيران يعني دعني أولا نقول مع الأسف نتحدث بس فقط كل أزمات نعم يعني كنا نتمنى أو نتمنى أن يأتي اليوم ونتحدث به عن الآفاق عن المستقبل عن حياة الجميلة العراقيين مع الأسف نتحدث يعني يعني قد ما العراقيين يسكنهم الأسهى والأذى ونحن نزيد أساهم مو لي أجل زيادة أساهم لكن بالتفسير بهذا الأسى وهم يعرفونه الحقيقة ليس في العراق سوى أزمات يعني عندما تنظر إلى هذا البلد لا تجد فيه شيء سوى الأزمات نصب 18 سنة لحد الآن كلها أزمات وجاءت هذه حضرتك الآن تسأل عنها كورونا الغريب المعيب المضحك المكي ما أعرف ما يسميه عندما يقولون أنه نحن جبنا واحد اختصاص خليناه وزير صحة تكنقراط ودكتور ما أعرف منه اسمه طيب لا اعتراض ما أشي خليه أنت مثلا تعرف أنه هذا الشخص يراعي لقب العلمي والإطار المستقل اللي هو به ويراعي التكنقراط اللي يدعو ويراعي أنه غير منحاز لنظام وهو جايد يشتغل حتى عندما يتحدث أو يعمل فبالعمل أنت الآن مصيبة العراق مجاور منظمة الصحة العالمية يقول بؤرتين بالعالم موجودة أساسية وصارت ثلاث بؤر في العالم بؤرة الصين و بؤرة في أوروبا إيطاليا و بؤرة إيران منظمة الصحة العالمية تحدث والعالم كله يتحدث بهذه الطريقة نحن نجاور البؤرة واحدة من البؤرة المهمة إيران نجاور وحدودنا ألف كيلومتر ألف ومثلين كيلومتر مفتوحة على إيران صحيح لا تنفتح باب لأي دولة مثل ما مفتوحة لإيران ما قصنا أبواب شنا الأبواب شلعناها نعم وإيران صدق أحمد أحمامها لأنه البلد ما لهم بدليل شام خاني يجينا هو اللي يحددنا السياسة ويحددنا رئيس الوزراء ويوجههم ويلمل هذه حقيقة صحيح فبالتالي بيت بيتهم فإذن إحنا مجاورين لبؤرة عندما يخرج وزير صحة هذا التكنقراط كذا أنا لا تقصدوا شخصيا أنا أتحدث عن عنوان ومنهج وإطار هذا اللي يتحدثون به يعني أنا أنا ما أعرفوا شخصين حتى اسمه ما أعرفه لكن عندما يقول نحن العراق نظامنا وإجراءاتنا أفضل من بريطانيا وفرنسا ماذا تفعل تبكي تلطم تمزق هدومك يعني صحيح بريطانيا وفرنسا بيها نظام صحي من أفضل الأنظمة الصحية بالعالم صحيح بيها نظام سياسي يراعي الإنسان وحقوق الإنسان من أفضل نعم من أفضل وعدهم الإنسان قيمة عليا حش السامع الحيوان عدهم قيمة هذه حيواناتهم اللي موجودة إلا قيمة أنتوا في العراق لا قيمة لأي شيء بالعراق سوى لذول السراق والحرامية 17 سنة لم تبنى مستشفى كل البنى التحتية الصحية للعراق خد دمرت كانت لدينا أحسن نظام صحي نعم وبشهادة بالشرق الأوسط كل العراق كان مشهود لأنه فيه نظام صحي من أفضل الأنظمة نعم بمستشفيات وبكذا وبمراكز صحية كلها أورغيت كلها انتهت خيرة للطباء هاجروا مولين هددوهم نعم واللي بقى بقى هذا مجاهد بقى وكثيرين منهم فتحوا عيادات وطلع بعدين مطبيب ما العلاقة طلع أعمام خلص ثالث متوسط وهم فتح عيادة دكتور وبعدين انتو كشفتوه طلعتوه لأنه اختلفتو وياع الفلوس طلعتو كثيرين منهم نعم فأنت نظام صحي ما عندك بابك مفتوحة على البؤرة الأساسية واحدة من البؤرة الثلاثة الأساسية في العالم إيران نعم اللي مصابة بكارثة الكورونا تأكل بها والعالم الشعب وصلت به الحالة الناس من البصرة يطلعون ومن اديال وما عرف وين يوقفون على الحدود يريدوا نسدوني الحدود صحيح المنافذ الحدودية ويلطمون ويما عاودي نسدون من المنافذ الحدود سنموت هذه بؤرة لكن ما يحدث ما هذا أبو العمامة اللي يوقف يقول لك لهم ما يحدث يطلع عندنا الصغير يقول لماذا تتحدثون هذا الغرض السياسي لماذا تتحدثون على فلان يابا ما لا علاقة بالغرض السياسي ما لا علاقة بلد بيه بؤرة بؤرة لمرض أنت تحمي شعبك لو ما تحمي شعبك كل دول الدنيا قفلة بابك قبل يومين إيطاليا المارحة يوم أمس إيطاليا عندما زاد بهتف الشي المرض نعزلت عن العالم بقرار من رئيس الوزراء عزل عن العالم لا طائرات تدخلها ولا سيارات ولا طائرات ولا حركة ولا أي شيء البلد كلها نعزل عن العالم يشوفون شارته الصين هكذا عزلت نفسها عن العالم فبالتالي أنت ما تقدر تعزل نفسك عن إيران إيران ما عزل نفسها لحد الآن طائرات تنقل المسافرين والزوار والبضائع والأمور والناس طالب بيقاف سدو الحدود يطلع عندنا يقول سنغلق الحدود في يوم الأثنين القادم يوم السبت القادم بعد أسبوعين حتى هذه اللحظة حركة الملاحة مستمرة مستمرة أنت في الملاحة لديك 21 23 رصيف في ميناء 22 فقط للدولة الحكومة 21 رصيف ميناء للميليشيات فمن يستطيع أن يوقف أرصفة الميليشيات ويخلي البواقر تجي وهذه إيران ويجب أن تتحرك البضائع فإذن مفتوحة المنافذ الحدودية كلها بيد الميليشيات دعك من لابس عسكري لكن أمره يدمن هو يقدر يغلقها ما يقدر يغلقها لا يستطيع أن يغلقها ذاك اليوم من حاصر وقاله أنا ابن الدولة ما قدر أسأو شيء لازم يجيني أمر كشفتها مقاطع مصورة من يجيك الأمر يجي ما عرف من الحشد وما عرف منين يجي من إيران لا يغلق صحيح إذن مفتوحة كل العالم لاحظوا العالم كل العالم خاصة من منطقة آسيا منطقتنا هذه كلها كل المصابين يقول كان زائر إيران صحيح كل المصاب اكتشفوا بالبحرين بالسعودية بقطر بالكويت كله باللبنان في كل بلد يقولون كان زائر إيران جاينا من إيران فإذن بؤرة صحيح وهم يعترفون بؤرة والقضية مدن كاملة مضروبة كل المدن الإيرانية كل المدن الإيرانية هم أعلنوه وخامني أعلن والآن طهران أكثر من أربعين خمسين بالمئة من سكان مصابين بالكورونا عندهم كارثة كبيرة طيب تغلق الباب لو تخليه مفتوح يجب أن يصاب أهل العراق ويطلع وزير الصحة يقول نحن نظامنا الصحي أفضل شون نعم يقول لنا شلون أولا لم يكتشف بعد حد الآن علاج لهذا الفايروس ما مكتشف العالم كله إذا عنده علاج خلي يقول لنا خلي بشر العالم ويطلع وخلي للناس تستفاد ماكو علاج يعني هو يصخين يطلق دوة مالسخونة صحيح وبطنة سهال يطلق يقفون الإسهال يقوح يطلق دوة قحة ما عندهم نعم دواء يوقف هذا الفايروس عمل هذا الفايروس يأكل وهذا يوقف الكلات يدمر والوفيات مش تغلت صحيح فقط البارحة في إيران أربعة وخمسين وفات خلال 24 ساعة صحيح طيب إحنا ليش نبقى الحلوة المفتوحة والزوار يجون والبضاعة تأتي نعم وإنت طرقك بداية لا تستطيع أن يعني أن تمنح هذا المرض نعم مستشفياتك غير مؤهلة لاستقبال المرضى ما عندك أعداد من الأطباء يتوسلون بالأطباء قاموا ينهزمون صحيح لأنه لا يستطيع هو الطبيب والممرض لا يستطيع حماية نفسه نعم لأنه أعرف بالوسائل عندما ينظر إلى الوسائل هذه التي تحميه لا تعبني صحيح فينهزم فوضعوا له 500 ألف دينار مكافأة للي يعمل 500 ألف وقراتب نظير حياته إيه حتى تعمل بهذه المستهمة لا يستطيع أحدا يعمل صحيح فبالتالي أكو كارثة كبيرة بالعراق هم لا يتحدثون عنها لأنه ثلاثة أسباب لا يستطيعون إغلاق المنافذ واحدة لأنه هذه المنافذ بيد الميليشيات والميليشيات تخرج وتدخل من هذه المنافذ الحشيشة والأسلحة والبضايع وكلها نسبية ملايين الدولارات فكيف توقف هذه الملايين الدولارات من أجل من؟ من أجل العراقيين إلى الجحيم ليذهب الشعب العراقي هكذا ينظرون صحيح لأن القوى السياسية تنظر إلى الشعب نظره دونية وستة شهر بالشارع هم يقتلون به وخال إلى الميليشيات الذبحة ولا أحد يسمع له ويختارون من السياسيين بيناتهم وكان شيء لم يحصل إذن لماذا رأى أنصحته؟ فهذه النقطة الأولى النقطة الثانية لأنه هذا الموضوع لا يزعل إيران إذا زعلت إيران شلون؟ وهذا شمخاني وغير شمخاني وخامني ويزعل فهجب أن تبقى الحدود حتى نبين ولائنا لإيران هذا الموضوع الثاني يجب أن يبقى ولائنا لإيران ثالثا لا يريدون أن يغلقوا الحدود وبعدين يظهر المرض عندنا وإحنا ننكشف لأن أصبع طعس سنة مبنية نبنى تحتية المستشفيات فلوسنا والراحة صحيح أجد تخصيصاتنا للصحة أجد تخصيصاتنا بالموازنة دعوني يقولون يضحون على الناس دعوني يخرجون الموازنات ورؤون التخصيصات أجد طيب حتى هذه التخصيصات أجد فلوسها وين راحة صحيح ما هي المستشفى التي قمتها؟ يعني مثل المالك كي من جاء بنا مستشفى وطلع لنا غرفة بها استعلامات بها ميز وقال لها مستشفى فلان شي وراء يومين طلعوها كذب صحيح وزير الصحة السابق اللي استقال قال له لأكون الوزيرة الصحة السابقة عدين حمود أي قالت لأكون مستشفيات بلاسمة راح يزورها لقاها قاعمة كما موجودة المستشفى عدد أسر وكذا وينها غير صفقات الفساد وغيرها وهذا الجزء من إنتهي فبالتالي انت أصبها طعس سنة مخلي الشعب العراقي مكشوف أمام أي وباء أي كارثة صحية انت أمام أي طارق مصيبة مكشوف انت أمام طارق لا سامح الله بالجو يعني يصير بالجو بالطقس يتحد أي طارق انت مصيبة يعني احنا المطر تغرق المدن وخلص اتهت الحياة تعطلت ولا مدارس ولا انت تراب يصير ما عندك مستشفيات وأهل الربو ومصيبة ويموتوا لنا معرفش قيل صرطانات ماكلة والجو ملوث انت لم تفعل له شيء المستشفيات لم تبني أي مرضي يدخل جدري غير جدري لا سامح الله سيل معرف شنو ورجعها كلها رجعت عدنا بالعراق اللي هاي اندثرت من زمان رجعت عدنا لي أنه ما عدنا علاج له ومستشفياتنا الداخل إليها مفقود والخارج مولود والعانجة الكورونا هاي صحيح فأنت مايريدون هاي القضية يتحدثون بها ومايريدون يقولون الحقيقة لأن الحقيقة كارثية الآن في العراق لا يتحدثون عنها لأنه بالتالي الشعب رح يقولهم وين تجهيزاتكم الصحية يعني وين مستشفياتكم وين مراكزكم الصحية وين أدواتكم وين الأدوية ثمانين بالمئة من الأدوية اللي موجودة بالعراق مخشوشة ثمانين بالمئة أكثر من ثمانين بالمئة مخشوشة لأن الاستوردها منه الميليشيات الميليشيات والشركات تابعة لها التاجر حتى حتى بصحة المواطن هذا هو العراق هذه الكارثة اللي صنعتها أمريكا واللي قالت هذا العراق الجديد هذا العراق الجديد فهذه الكارثة اللي موجودة بالعراق وهذه الأزمة اللي موجودة بالعراق شو رح يتحملها شعب العراق الله يعينه بس فقط دكتور فيما تبقى من وقت لدينا ثلاث دقائق نتحدث سريعا عن موضوع الصحفيين ورصدهم من عمليات اغتيال واختطاف يتعرضون لها نقابة المحامين العراقيين تقول أنها ستعمل على تدويل ملف قتل المتظاهرين الصحفيين حتى لو دوي لهذا الملف هل تعتقد أنه سيكون هناك تأثير دولي لوقف ما يحدث من قمع للناشطين الصحفيين والمتظاهرين بشكل عام الآن الحديث ما لسيء هذا سوف نعم يجب أن نتوقف عنه فعله الآن مو سوف يعني ندول ندول الموضوع لا دوله تحرك نعم ما عاد يعني يعني ما عاد رجاء أنت الموت يزداد هؤلاء يعني لن ينثنوا ولن يرعووا ويعني ما خالين مثل ما يقال بالكلام العراقي الجميل يعني ما خالين الله بين عيونهم صحيح فلذلك يعني الشعب ما لقيماتهم يقتلوا يذبحوا يستحلوا يغيبوا بالسجون كل طبيعاتهم ويتهموا بكل الاتهامات ويبكون عليه في نفس الوقت هم طبيعيين جدا فبالتالي أنت كمنظمات يعني هذه دعوة لكل المنظمات كل المنظمات كل مكاتب المنظمات كل المنظمات المهنية نعم المزورين من هؤلاء الذين فتكوا بالعراق اللي عندهم مشروع لتدميره هذا صار واجب ديني وإخلاقي وإنساني وسياسي ومهني وكل شيء واجب حقيقي لأنه بقاءهم في دمار للعراق هذا وضع العراق اقتصاديا سياسيا سياسيا فوضى خراب ودمار مجتمعيا يتمزق خراب دمار البنات طلعوا بالتظاهرات جابوا واحدة من القنوات الفضائية الموبوئة اللي تابعا لهم لكي تنال من شرفهم تحدث عن شرف البنات بطريقة معيبة شرف البنات العراقية الذين اللي واحدة من عدن يعني تاجمى الراس تحدثوا عنهم بطريقة والله يعني في أي دولة باحية بالعالم هم ينكرونها ما يتحدثون هاي شي بتلفزيوناتهم لكن قبله وتحدثوا عنه وكأنه يوقف عن منبر واحد من عدنهم يتحدث بلغة غريبة عجيبة فهؤلاء يعني ليس لهم قيمة يعني ماكوا قيمة توقفهم عدد حد ماكوا مانع ماكوا خط أحمر يوقفون عنده ما دام الفساد مستمر ما دام الفكر اللي هم يعتقدون لأنهم على حقه وتهت القضية والباقي اللي يذهبوا إلى الجحيم نحن والباقي اللي يحترق الشعب العراقي اللي يحترق قبل كانوا يتحدثون نحن نجينا من أجل مظلومة الشيعة من أجل مظلومة وطلعت كذبة صحيح يقتلون الآن بالشيعة والسنة والعرا وما عدهم قيمة لأي بشر كذباعة كبيرة عدهم قيمة لللي يرعاهم من بره واللي يمولهم واللي جابهم واللي يدربهم واللي قل لهم يسرقوا واللي طاهم الضوء الأخضر بالسريقة والقتل هذه الحقيقة فبالتالي أنت أمام كارثة يجب أن تتدارك هل نستسلم هذه المنظمات المهنية منظمة معلمين يعني نقابة معلمين نقابات المهنية نقابة معلمين محامين صيادلة طباء كلهم كلهم مدعوين أنتوا عراقيين قبل أن تكونوا أي شيء آخر أنتوا عراقيين اترك أنت ماءك الطائفي العرقي ما أعرف منه أنت عراقي والعراق الآن بمحنة كبيرة وأنت تعرف سبب المحنة والشعب بالشارع هل تقف مع الشعب أم تسكت وتنتظر سأنا دول أنزل إلى الشارع وكون معهم ودول كل القضايا وخلي العالم يستمع خلي يشوف هذه الكارثة وين وصلت وين وصلت والعراق وليش إحنا هذا البلد الجميل الرائع هذا الشعب الذكي الطيب المبدع اللي أنت دروس للإنسانية والحياة ثم أنت آلاف سنة اخترع الكتابة واخترع العجلة واخترع الري واخترع الزر وكل شيء وحتى هذه المدن الصغيرة هو أول من بدأ في بناء المدن هذا الإنسان العراقي القديم هو أول من بدأ بناء المجمعات السكنية والناس والآن هو بلا سكن فبالتالي أنت أمام يعني خيار تاريخي خيار الله يدفعك إلى وإنسانيتك تدفعك إلى وحقوق تدفعك إلى أن تقف مع شعبك وتنزل وخلص القضية يعني الصبر بها والسكوت عنها جريمة أشكرك شكرا جزيلا دكتور رافع الفلاح الكاتب والباحث السياسي معنا في الستوديو ونشكر حضراتكم ومشاهدين الكرام شكرا جزيلا لطيب المتابعة نلقاكم إن شاء الله في متابعة أخرى إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر